السلام عليكم مشيائي اليوم جيتكم بوصفة تحلية تحلية اقتصادية سهلة وتجي بزاف بزاف بنينو تحتامدوها في في الصهرات انت وحكم ولا ما مفل في خطبة في شوفة حاجة تحمر الوجه وقول بنا ما نحكي لكمش بزاف بنينو سوف نرى مقادر الوصفة تحلية تحلية اليوم في بول هنا رحيت القاطو رحيت حكمه اي قاطو بيمو لماكاو انا استعملت ماكاو رحيته في الفلاشوار وهناي دوبت واحد دقيس واحد ثلث مغار في قبار تاع الزبدا دوبتها خليتها تبرد شوية ايو بدتنا نخلطها مع هدك مع هدك القاطو اللي رحينا نخلطوهم جيدا ندخلو غاية هديك هديك الزبدة في القاطو التاعنا وتقدوا تديرها كما هك تقدوا تديرها بلا فوم تاع الشيس كيك امام هاد الوصفة تاعنا نقدو نديروها ندرتها في الفيغين صغار انتو ما تقدوا امام تديروها فل ديروها على الشكل تاع اه تشيس كيك دونك هناي رحت حكمت الشانسية تاعنا لبودر شانسية درتقيس كاس تاع بودر شانسية كاس كبير تاع بودر شانسية كما كتشفوا معي هلا رح نحطوه في في امبول ونزيدو عليه كاس كبير تاع حليب بارد باش طلع لكم شانسية تاعكم استعملو الحليب بارد غاية هلا دو نضيف عليه الحليب نضيف عليه كاس تاع حليب ونبدو نطلع في في الشانسية تاعنا نبدو نطلع في الشانسية تاعنا كي تتغال معانا وديلنا هادك طلعت معانا كي تطلع غاية وضروك نضيف لها كيد نطلعوها بيون نضيف لها اه اه انا دت لها زوج بايت تاع تاع الكخيم ديسير استعملت هادا تاع الصومان ايوه نعاودون نضربوها شوية بالباتر راح تجيكم شوية راح تحسوها شوية خفافة شوية اللي كانت نورمال حطوها في التلاجة قيس واحد للعشر دقائق حتى الربع ساعة راح تعاود تجمد عادي وتخدموا بيها وتعملوا بيها الليفيغين بتاعكم عادي اهنا يا باش نعطيها بنا غاية ستلها شو مغير فا اه كبيرا تعمل هاداك القاطو اللي كنا خلطناه وخلطها معاها بها الطريقة فالا وضروك نديرها تبرد ونعود نولي معاكم هنا بخيمة بردت حكمت هادو كليفيغين بتاعنا فالا تقدروا في هاد الكبار في الصغار دوك تشوفوا معايا در الثاني في هادو كالصغار دونك عمرت شوية تاع القاطو نعاود نضيف عليهم هادك الكريمة اللي وجدناها طبقة من الكريمة درنا طبقة تاع قاطو طبقة تاع كريمة نعاود ونزيدو طبقة واحدة اخرى تاني تاع القاطو ونعاودو الطبقة تاع الكريمة نديرو الطبقة وبطبقة فالا يوما بتشوفوا معايا نديرو الطبقة الثانية تاع الكريمة وتزين يبقى اختياري تزين كيفاش تزينوها من الفوق يبقى اختياري وما متبغوا تزيدوا معاها الفخوي كما الفخيز ولا بانان تقدو تديرو طبقة تاع بيسكوي مع الطبقة تاع كريمة وطبقة تاع بانان ولا الفخيز وتزيدو طبقة تاع كريمة وتعاودو طبقة تاع قاطو وتكملو كما هكا حتى تكملو ريفيغين تاعكم تاني تجي شابة وتقدو تديرو ها هاكا سهلة وكما شفتم معايا اقتصادية اي فالا هادي هي هنا بتزين راح نزينها بشوية تاع الشوكولة حبيبة تاع القاطو قسمتها على زوج ونضيف لها من الفوق نضيف لها من الفوق نضيف لها من الفوق الشوكولة وهذا كالقاطو بهالطريقة وهذه هي تزين تاعنا دروكم نحطوهم يبردو راح نكمل كامل الليفيغين تاعنا ونديروهم يبردو ونعود نولي معكم تشوفو كيفاش يجو اهنا يا راكوا تشوفواني نعمر ثامني الليفيغين صغار هالا هادوك الصغار اي فالا دروكم نكمل كامل الكمية اللي عندي ونديرها تبرد شوية في التلاجة نقس واحد الساعة ولا في التلاجة ولا ولا نساعة ونقدموهم هكا كباردين يجو ما شاء الله تجي فيها واحد البنة ما نحكي لكم مش سيوها ورجعوا لي بالخبر انا متأكدة انها راح تنال اعجابكم اي فالا هنكمل كامل هذيك الكمية تاني زي نذهب نفس الطريقة شوية تاع الشوكولة وشوية تاع القاطو وهذه هي النتيجة فالا وهذا هما الليفيغين تاعنا ابخي ما بردو يجو ما شاء الله تجي فيهم واحد لا تكستور ما نحكي لكم شو واحد دلقو ما نعيا نحكي سيوها ورجعوا لي بالخبر ودروك الحقنا للنهاية بتاع الفيديو مبقى لي يقولكم تهلولي فروحتيكم على بخوشة ان شاء الله باة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة